حديثنا اليوم عن أعياد المسلمين في هذه الأيام المباركات وما لنا فيها من الخيرات والرحمات فقد جمع الله تعالى لنا في هذه الأيام مع عشر ذي الحجة أعياد الإسلام عيد الحجيج بعرفات في يوم الأحد القادم إن شاء الله وعيد الأضحى بعده في يوم الاثنين وأيام التشريق بعده وهذه كلها أعياد مباركات على لسان سيد سادات البشر صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة أيام بعد العيد عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب يعني في يوم النحر وأيام التشريق بعده وفي هذه الأعياد المباركات وما فيها من فرح وأكل وشرب توجد أعمال من البر عديدة يجدر بالمسلم أن يضيفها إلى صحيفة حسناته فهي أيام فرح وأيام أكل وشرب نؤجر فيها بفضل الله تعالى مع فرحنا وأكلنا وشربنا لكن أيضاً توجد أعمال من البر كثيرة في هذه الأيام أجرها عظيم وفضلها كبير فيوم عرفة هو أغيض يوم على الشيطان الرجيم فما رؤي الشيطان يوماً من الأيام هو فيه أصغر ولا ألحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام أخبار بذلك سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مالك في الموطأ فالشيطان يغطاز ويحترق لما يرى من تنزل الرحمات في هذا اليوم العظيم ألا فتعرضوا لتلك الرحمات إخواني وأخواتي ويوم عرفة يوم معروف بالفضل وكثرة الأجر وغفران الذنوب ففي صيح مسلم يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبداً من النار من يوم عرفة يعني اعتقاء الله تعالى في هذا اليوم لا يحصيهم عداً إلا الذي خلقهم إلا الذي رحمهم إلا الذي أعتق رقابهم وهو المولى سبحانه وتعالى يعتق الله تعالى فيه الواقفين بعرفة وأيضاً يعتق رقاب التائبين من عباده في سائر البقاع ممن لم يتيسر لهم الحج كأمثالنا هنا إذا أدينا لليوم حقاً وتعرضنا للرحمات أعتق الله تعالى رقابنا مع أهل عرفة اللهم أمين رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين واجعلنا من اعتقاء هذا اليوم العظيم فهذا يوم عرفة ويوم عرفة أيضاً هو أفضل الأيام على الإطلاق حيث يغفر الله تعالى لصائمه ذنوب سنتين وهذا معلوم لكثير من الناس فهذا يوم صيامه لا يترك الصديقة بنت الصديق كانت تصومه وهي حاجة وهي على عرفة مع أن الناس في عرفة يكونون في جهد جهيد ولما سئلت عن ذلك قالت لا أترك فضل ذلك اليوم لأي سبب من الأسباب ولأي تعب ولأي جهد فضله عظيم ولأنها صديقة زوجة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المعلمة في بيت النبوة كانت تعرف في فضل هذا اليوم ما لا يعرفه غيرها من الناس لذلك كانت تحرص على صيامه في الحديث الذي خريه مسلم في الصحيح عن أبي قتالة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلا يعني السنة الفائتة والسنة القادمة صوم هذا اليوم كفير بكفارتها والكفر التغطية يعني كفير بأن يغطي ما فيها من سيئات وأن يمحو ما فيها من خطايا ولفظ التكفير هنا كما قال بعض العلماء عام يشمل الصغائر والكبائر وفضل الله تعالى واسع لا يحصر لا نستطيع أن نحصر فضل الله تعالى فنقول الصغائر دون الكبائر إنما هو فضل واسع وعام الله أعلم به سبحانه وتعالى وعندما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكفر سنتين فهو على عمومه إن شاء الله هذا ما نرجوه من المولى سبحانه وتعالى فيرجى أن يغفر الله لصائم يوم عرف ذنوبه صغيرها وكبيرها فيا خيبة من أذرك هذه الأيام وضيعها بمعصية الرحمن وإرضاء الشيطان خاب خيبة كبيرة وخسر خسرانا عظيما من ضيع ذلك الفضل ولعب وتلهى في هذه الأيام المباركات وأما يوم العيد ويوم الفرح والسرور فهو أعظم الأيام أيضا يليه في الفضل اليوم الذي بعده ثاني أيام العيد ففي سنن أبي لعود والنسائي عن عبد الله بن قرطن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر يوم النحر هو يوم عيد الأضحى ثم يوم القر وهو اليوم الذي يليه وثم يوم الذي يلي يوم العيد بالقر لأن الناس يقرون فيه بمنى ويستريحون بعد فراغه من طواف الإفاظة والنحر والحرق والتقسير وغير ذلك ويوم العيد وأيام التشريق هذه التي هي أيام فرح وسرور كما قلنا فيها خيرات فهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى هي من أرجى الأيام قبولاً عند الله وهي من أعظم فرص ففيها أعظم فرص العمل ولقد جاء في فضل العمل فيها حديث البخاري في الصحيح في رواية ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه يعني ليس العمل في أيام العشر أو بمعنى صح ليس العمل في أيام العيد في أيام التشريق بأقل درجة عند الله تعالى من العمل في أيام العشر تلك الأيام التي جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق وذكرنا لكم العامل فيها كالمجائر في سبيل الله الذي ذهب فقتل شهيداً وذهب ماله جميعه في سبيل الله عز وجل لم يرجع لا بماله ولا بنفسه فالعامل في هذه الأيام يوازي عند الله تعالى فضلاً ذلك الرجل الذي خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع منهما بشيء وفي أيام التشريق بيّنت هذه الرواية أن العمل فيها ليس بأقل من العمل في أيام العشر كما جاء في رواية البخاري يعني أن العمل الصالح فيها يعد العمل الصالح في أيام العشر وأعظم الأعمال المشروعة فيها عمل سأل ويسير وعمل محبب إلى القلوب المؤمنة تنشرح له الصدور ذكر الله تبارك وتعالى فقد ذكر بعض الشراح أن البخارية رحمه الله تعالى فسّر الأيام المبهمة بأنها أيام التشريق وفسّر العمل بالتكبير فذكر الله تعالى بالتكبير في هذه الأيام هو أفضل عمل وهذا العمل الذي هو التكبير له من الأجر ما للعمل في أيام العشر ذلك الثواب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتكبير أيها الإخوة والأخوات أيصر عمل يمكن أن يقوم به إنسان حيث لا يحتاج إلا إلى اللسان ونحن ولله الحمد والمنّة وإن كان يوسف أمن علينا بالكلام لكن مما يوسف أن بعض الناس دائم الكلام وقال لما يقوى على إسكات لسانه إنسان مهما كان ولا شرع ولا دين يخوض ويلوك بلسانه كما تلوك البقرة الحشيش هنا وهناك ويتشدق ويتكلم بالغيبة والنميمة وغير ذلك في هذه الأيام ذكر الله تعالى لا يحتاج منك إلا هذه الحركة أن تغتنم حركة اللسان في التكبير فتحظى بالأجر العظيم فاغتنم أيها المسلم وأياتها المسلمة حركة اللسان واجعلها لله عز وجل وأكثر من الذكر والتكبير في هذه الأيام خصوصاً أدبار الصلوات الخمس كلما صليت صلاة وأصح ما ورد فيها عن الصحابة هو قول علي وابن وسعود رضي الله تعالى عنهما أن التكبير من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منا إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد يبدأ التكبير من صبيحة يوم عرفة من فجر يوم عرفة يكبر المصلي في جماعة ويكبر المصلي منفرداً ويرفع صوته بالتكبير والمرأة تغفر صوتها بالتكبير ومن وجل ساعة في هذه الأيام في يوم النحر فليذبح أضحيته امتسالاً لقول الله تعالى فصل لربك وانحر إمام الشافع يقول أيام الزبح ليست مقتصرة على يوم العيد فأيام الزبح أربعة يوم النحر ويوم العيد وسلاسة أيام التشريق بعده إلى عصر كما ينتهي التكبير ينتهي وقت الزبح لكن الزبح يبدأ من يوم النحر بعد الصلاة وليس قبل الصلاة فمن زبح قبل الصلاة فإنما هو لحم زبحه لأهله وإنما المستنف الأضحية أن يزبح بعد الصلاة فاغتنموا هذا الفضل ولا تليعوا هذا الأجر إخواني وأخواتي فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم شكراً للمشاهدة